وصل الى مملكة فشودا للحضارة وتراث الفريق بودوغا يونغ حاكم ولاية عالى النيل على رأس وبد رفيق المستوى ضم قيادات الامن وقوات دفاع جنوب السودان في زيارة تاريخية خاطبة استغرقت ساعتان وكان في استقباله بمطار فشودا اللواج وزيف ابان اوضان محافظ مقاطع فشودا وهدفت الزيارة تنوير فخامة المك كونغ دعاك فدير ان الوضاع العامة وكيفية ارسال دعايم السلام بالحوار البناء مع القيادات التغليدية بالمنطقة وبعد جلسة مغلغة بعث فخامة المك كونغ دعاك برسالة شفوية للفريق اول سلفكير مياد ويسر الجمهورية حنى فيها سعادته على انجازاته الجبارة نحو تحقيق السلام والثمانينة السيد والي وبدوغا يانج بيشان السلم لساعة المك معاو الوفد بطال الامني بطال الانين ووفد بطال محافظة بطشودا نبلغت السلامي لسيد لرئيس بطالجنوب سلفكير مياد واكد الفريق بوضوغا يانج ان الاجتماعه مع فخامة المك قد ناقش اربع قضايا اساسية ترتبط بحياة المواطنين في مهيط اغليم عالي النيل اهمها نشر ومتانة الالاقات للتعايش السلمي والوحدة بين ابناء الشلك والمجتمعات المعنية بالولاية رس كوانو معروفة على مستوى جنوب السودان بانو زول كريم جدا وبستقبل ضيوفو في اي وقت فجينا حسا ناقشنا معاو وابلغنا تعياد سيد الرئيس فريق اول سلفكير مياردد ودكتور ريامشان نائب الاول وكل نواب كانوا بالرئيس وديناء دعوة انو انشاء الله يمشي رئاسة الجنوب في جبه عشان يبناغش عملية بتاع السلامة المنشبة وعلى هامج زيارة التاريخية اعلن ابو ضغيان ان تبريه بثلاثة ثيران والمعينات الدراسية لكبار ايان جمعية المرأة والشباب وهثى تلاميذ وتلميذات مدرسة الشقة الاساسية التي اسسها المك الراهل ايان اني عام الف وتسومائة وخمسة وسبعين على تلقي العلم والمعرفة من اجل مستقبل مشرق مشرق بجيب زور المدرسة الاساسية لكن ان شاء الله اسا هوتو انا عارف اسا بكون ما يندو كراسات مشكي ده كراسات مافي انا غمشي ملكال بكلما نازيون سيبناغ ملكال عشان نجيب لكم كراسات والمحافظة هيجي 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 ملكال بعد وسبوع بجي ورايه ناغشة نجيي يجيب كراسات بتاكم ده ولو في برضو نكلم عن نازير كان في تباشير والكتب نديكم كتب عشان نجيب لكم الكتب ده جابريل لورنس ولايتي عالي النيل مقاطعة في شودا